أنا يمكن من الناس اللي بتشوف أنه الرئيس دائما هو لدي القدر الأعلى من الثقة والموثوقية وبالتالي بيصبح هو المشجع الأبرز والدفع الأبرز لأي ملف الرئيس ينوه عنه يتولى يوجه به يتابع تنفيذه إلى آخره بس صح جدا آن الأوان أنه الكل يشتغل على الأقل للحصول على قدر عالي أيضا من الموثوقية والثقة هنا لازم هنرجع فورا إلى أحمد الحمامسي صديقنا وزميلنا العزيز واللي منورنا بقى هنا أيضا كعضو في تنسيقية ما بين قسين بقى ثقيلين شباب الأحزاب والسياسية الرؤية الجديدة أو التصورات المختلفة لدى الشباب في مسألة الاقتصاد المصري وتوجهاته والملفات الأولى بأن توضع على رأس أولويات الدولة والحكومة دعني أقول لحدك يا يوسف بيه هو يعني أنا بالنسبة لي أسعد أيام حياتي هي الثلاثة أيام اللي جايين يمكن أنا عشان متخصص شواء في القطاع الخاص وده اهتماماتي إحنا بنتكلم على توافق على خريطة مستقبل الاقتصاد المصري يعني إحنا إحنا أمام مشكلة ويمكن الأصوات المعادية لمصر كانت تقولك أنه في مشاكل وأن إحنا ما بنتدخلش فيها لا إحنا النهاردة بنتدخل فيها ويمكن السيد الرئيس قدت تعليمات بأن المؤتمر ده يتعمل وفيه تضارب فيه ناس تقولك طبعا أنا عندي الحوار الوطني لا أنا النهاردة بعمل مؤتمر علشان أقدر أحل المشاكل اللي موجودة دلوقتي على المدى القصير والمتوسط وليس البعيد لأن البعيد يمكن هو متخصص شواء للحوار الوطني فده التفاعل السريع مع الأزمة الرئيس يمكن أنا أتصور أنه هو ما عجبهش مؤشرات الاقتصاد شاف أن القطاع الخاص بيواجه مشاكل فأعلن لا يا جماعة يلا نقعد مع بعض يلا نقعد نتكلمه على فكرة هي بالمناسبة هي مش مكلمة يعني هو الموضوع مش مكلمة أنا عارف اللفظ ده يوسف بيحب استخدمه هي مش قاعدة وخلاص لا إحنا قاعدين معنا فوق 500 شخص ممكن زيما الدكتور مصطفى قال بنوصل ل600 بنتكلم على تعددية ضخمة أحزاب حضاياك يمكن قبل اللقاء دلوقت كنت أحزاب بتتكلم على أحزاب معارضة موجودة وهي المعارضة البناء اللي كان دايما الرئيس يقول عليها المعارضة أن أنت تقول لي أن في حاجة غلط بس أحلها إزاي أترحب تعالح أه مش الأصوات اللي هي المعادية اللي إحنا عارفين أن هي بتتكلم في الساكت تاني بنتكلم على رجال أعمال هنقعد نسمحهم هيقولوا مشاكلهم بجد بنتكلم على اتحادات غرف صناعية اتحادات غرف تجارية بنواجه الوزرة مع رجال الأعمال ويمكن أنا من الحاجات أنا كشاب عجبتني جدا أن أنت بتخلي الشباب والمواطن يشارك حتى لو مش مدعو في المؤتمر ده يشارك عن طريق الابليكيشن الموجودة دلوقتي على الموبايل أن أنت تنزل واتتابع فعاليات المؤتمر ده وتبعد تسأل وتواجه وتقول المشاكل اللي بتواجهك بنتكلم على ثلاث أيام مش يوم مش إحنا جايين نرغي لا إحنا جايين نحل إحنا جايين نشوف إحنا مش عاملين احتفالية إحنا مش احتفالية خالص وبالمناسبة زي ما قلت حدك إحنا عدنا الحوار الوطن لأ أنا النهاردة بشوف على المستوى القريب أنا بحل المشكلة دي إزاي بنتكلم على اليوم الأول للمؤتمر بنتكلم على مؤششات الأداة الاقتصادي عاملة إزاي بنتكلم على السياسات المالية والنقضية لإيه الدولة عاملة إزاي بتبينها للمستثمر بنتكلم على ملف التضخم اللي كتير بيقول إن الدولة بتحاول إنها ما تقربش منه يعني خلينا نتكلم بطريقة مبسطة لا إحنا هنتكلم على التضخم اليوم التاني بنتكلم على تمكين بقى القطاع الخاص وهو التكامل بقى وسيقة ملكية الدول خلينا بس إن إيه التكامل مبدئيا ما بين القطاع الخاص والعام يا جماعة إحنا فيه تكامل إحنا الاثنين بارل مع بعض إحنا الاثنين ماشيين مع بعض يعني هرجع لحظاتك في النقطة دي بس بعد ما نتكلم على وثيقة ملكية الدولة على موضوع لا ده فيه تزاحم الدولة مع القطاع الخاص وكلام اللي بنسمعه على طول ليه مرضود هنقوله دلوقتي بس خلاني نتكلم على كمان وثيقة ملكية الدولة اللي حيبها حديث اليوم التاني أو في الجلسات اليوم التاني أنا شايف إن إحنا أمام ملف ضخم يمكن يشتغلوا عليه على مدار 40 جلسة بنتكلم على أكتر من ألف متخصص اقتصادي عشان يقدر يطلع لنا الوثيقة دي كي هم نتكلم أن بعد بكرة إن شاء الله هنشوف الوثيقة النهائية لملكية الدولة ووثيقة ملكية الدولة وهي مقسمة لثالتة هنه بنتكلم على جزء الدولة حتى تبعد هتسيب القطاع الخاص يتدخل فيه بنتكلم على جزء من كتابة أو 70 مشروع تقريبا أو قطاع بنتكلم على القطاع التاني أو الفرق التاني الدولة بتشارك القطاع الخاص وبنتكلم على قطاع تالت الدولة هتستمر فيه ودي حاجات يعني دي حاجات الأمن القومي بقى يعني زي دوق العالم كلها بتتكلم فيه رجوعا بقى للنقطة اللي قلتها لحضرتك وهو التزاحم الكلمة اللي بنسمحها بتاعت التزاحم أنا كراجل يعني مهتم بالشأن القطاع الخاص وده مجالي اللي أنا بشتغل فيه هو أنا ما عنديش تزاحم هو أنا جات فترة معينة مصر يعني انت عارف ان رأس المال جبان جدا مصر كان بتواجه مشاكل يعني كلنا عارفينها مشاكل اقتصادية مشاكل أمنية طلعين من صورة تانية مجيدة ليها تبعيتها كلنا ما استحملينها فرأس المال كان جبان خايف يخش فكان لازم الدولة تتداخل بكل مؤسساتها علشان تقدر تأوم الدولة دي على رجليها ما احنا لو احنا الدولة ابتعدت والقطاع الخاص ابتعد هتلاقي التضخم هيزيد هتلاقي البطالة زادت هيؤدي إلى زادة جريمة هيؤدي إلى مشاكل اجتماعية فالدولة كانت لازم تدخل هي مش داخلة يعني مش داخلة زي ما بيقولوا في الإعلام المعادنية بالتزاحم أو اللفظ اللي هو البلطاجة خالص أنا عندي قطاع خاص انسحب وكان لابد من دخول مقطاع الدولة هي النقطة دي علشان هو الناس مش قادرة خالينا بقى واضحين انه احنا من 2011 لأواخر 2013 أنا عندي رأس أو رأس مال محلي مش الأجنابي جزء كبير منه خط بعضه كات ماكملش استثمارات وسيل فلوسه واتكل على الله